الكراهية تفقدنا السعادة يصبح الإنسان تعيس قلبياً ودائماً في حرقة ودائماً في كآبة ودائماً يشوف كل الدنيا سودة الكراهية بالحقيقة تجعلنا عبيد بدل ما أنك تتمتع بالحرية فأنت يعني تتحول إلى جسدياً عقلياً روحياً خلص تأزينا من كل نواحي الحياة فكرة كله بيتلوث بصير دائماً فكر انتقام دائماً بتحاول تلاقي شيء غلط في الآخرين كبش الفداء لأنه بيسبب كذا ولأنه هكذا ولأنه هكذا والكتاب علمنا حتى أحب أعداءكم واغفروا الكراهية دائماً بتقود للقتل أحبائي بكل صراحة أب شلوم ابن داود قتل أخوه أمنون قائن قتل هابيل إخوة يوسف حاول يبعوه أو حاولوا يقتلوه في في الأول مكتوب من يخف البغضة فشفتاه كاذبتان ابغضوا الشر وأحبوا الخير عاموس صحاح خمسي الله بده يانا أنه نصلب الخطي ونصلب الجسد ونصلب العالم اللي بخلينا ونكره الخطي بالحقيقة الكتاب بعلمنا كونوا كارهين للشر ملتصقين بالخير الكراهية بتخرجنا عن الشركة مع الشركة والعلاقة مع الرب والتقرب إلى الرب ومع المؤمنين الكراهية بالحقيقة بتبعدنا عن السماء فلا مكان في السماء للكارهون فقط للذين يعيشون ويسلكون في المحبة من يبغد أخاه فهو قاتل نفس والكراهية كما يقول الكتاب هي من أعمال الجسد ربنا بسفر الأمثال صحست بيكره الخطايا ووحدة من الخطايا سفك الدم البريء أحباء يسوع هو مثالنا مكتوب عنه أحبابت البر وأبغطت الإثم لأنه كان كامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر